هنروح بقى لموضوع تاني مهم جداً يعني ارقام يعني لفتت نظر عايز استعرضها مع حضراتكم يعني ارقام عدد المباريات في الدوريات المختلفة لما نتكلم والارقام دي اللي اعلن عنها لاتحاد المصر لكرة القدم الدوري الممتاز 306 مباراة القسم التاني 720 مباراة القسم التالت 2241 مباراة القسم الرابع 2012 الكرة النسائية 337 بطولات الشباب والناشئين وده اللي يهمنا في برنامجنا خمسمية وعشر مباردات لعبوا السنة دي في هذا الموسم مسابقات الناشئين بالفروع 7120 مباراة مهرجنات البراعم 1959 لما ركز اشوف ارقام بطولات الشباب والناشئين 510 مسابقات الناشئين بالفروع 7120 مهرجنات البراعم 1959 ما شاء الله عدد مباريات كبير جدا لكن النهاردة احنا يعني احنا العبرة مش بالكم العبرة بالكيف يعني علشان نشوف مسابقات جيدة مسابقات بتطلع النهاردة لعيبة للدوري الممتاز ايضا لعيبة لمتخبات مصر النهاردة في كم المباراة دي عندنا مشاكل تانية عندنا ملاعب عندنا جداول عندنا تحكيم عندنا حاجات كتير علشان نرتقي بجودة دوري الجمهورية والناشئين والبراعم وايضا المناطق عايزة استعرض برضو مع حضراتكو واحنا بنتكلم عن اكمل المباراة دي واحنا دلنهاردة دلوقتي بقى فيه موجود يعني خبير اجنابي في الكرة المصرية من قبل اتحاد الكرة المصري آآ في انجادة اللي كان ليه زيارة مهمة للنادي الاهلي منذ ايام قليلة في انجادة واحنا بشايفين دلوقتي زار النادي الاهلي شاف الملاعب البنية التحتية بالنسبة لقطاع الناشئين شاف ما شاء الله النادي الاهلي عنده اكتر من خمس ست ملاعب سواء نجيل صناعي في الاكاديميات سواء نجيل طبيعي لقطاع الناشئين وكمان ملعب او انا بعتبره استاد تقام عليه المباراة الرسمية في قطاع الناشئين شاف صالة جيم على اعلى مستوى شاف الحاجات اللي بيحتاجها اللعيبة الاستشفاء الجاكوزي كل الكلام ده شافه في قطاع الناشئين النهاردة قطاع الناشئين بالنادي الاهلي فيه طفرة كبيرة جدا 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 النهاردة ما بيتعملش علشان قطاع الناشئين بيتعامل النهاردة مش مش كأنه بتعامل مع العبا صغيرة لا ده انت النهاردة بتتعامل باحترافية كبيرة جدا والنهاردة هو انبهر لما شاف الوضع في النادي الاهلي شاف التخطيط الكبير جدا الموجود في النادي الاهلي ده اللي بيشتغل عليه كابتن محمود الخطيب وايضا بيشتغل عليه لجنة التخطيط وايضا النهاردة فيه شغل رائع برضو بنيدي له حقه الكابتن خالد بيبه النهاردة في انجادة وهو موجود وكان معايا وعايز اتكلم في الموضوع ده. كابتن امام محمدين وراجل ده دايما باحترم اراؤه. دايما اراؤه مهمة جدا. النهاردة هو بيقول. اتحاد الكرة المصري هو جاب خبير اجنبي. للكرة المصرية. نتمنى الاستفادة منه بشكل كبير. قلت له بمعنى يا كابتن امام. قال له انا مش عايز النهاردة خبير يجي علشان يقول لي المسابقات ويخطط لي ويحطي 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 لي المباراة تتلعب امتى. كلام ده ممكن اي واحد في مصر يعمله. واحنا هنا بنعمله على اعلى مستوى. طب ايه المطلوب تاني. قال لي النهاردة خبير اجنبي يعني النهاردة بيحط خطط لكل قطاعات الناشئين موجودة في مصر. يحط برامج للبراعن. يحط برامج لمسابقات الناشئين. دوره ما يبقاش مقتصر على يحط جدوى المسابقات. علشان نرتكب الكرة المصري. قال لي النادي الاهلي النهاردة عنده من الماديات انه يقدر يجيب خبير اجنبي يقدر يخطط له قطاع الناشئين. طب فين الانديات التانية? هو ده دور اتحاد الكرة. علشان كده بناشد اللجنة السلسية. فينجادة لازم يكون في تخطيط خلال الفترة الجاية. لازم يكون معا مساعدين علشان يحطوا برامج للبراعن. برامج للاعمار السنية الاكبر. برامج للمنتخبات علشان نرتاق النهاردة. سواء بالمدربين او باللعبين. ده دور مهم جدا من خلال زيارة فينجادة. اللي شاف فيها وانبهر بالنادي الاهلي وبقطاع الناشئين بالنادي الاهلي.